الله العظيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير حديثنا هذا اليوم أيها العزاء عن الملائكة والملائكة هم خلق عظيم خلقهم الله عز وجل حيث أنهم يمتثلون للأوامر التي تصدر إليهم من الله عز وجل دون أن يتخطوها شعرةً واحدة يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لا يُرَى بِالْعَيْنِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يُنَفِّذُونَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حَرْفِيًّ وَهُمْ بِذَلِكَ مَعْصُومُونَ لا يرتكبون الحرام وَلَا يُخَالِفُونَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ جاء في وصفهم على لسان إمام المتقين أمير المؤمنين عليه السلام يقول هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ هُمْ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَأَخْوَفُهُمْ لَكَ يَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَيَرْتَعِدُونَ مِنْ خَشْيَتِهِ وَأَخْوَفُهُمْ مِنْ لَكَ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْكَ هُمُ الْأَقْرَبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَمْ يُسْكُنُوا الْأَصْلَابِ وَلَمْ يُضَمَّنُوا الْأَرْحَامِ وَلَمْ يُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ هُمْ لَيْسُوا كَالْبَشَرِ يَحْتَاجُونَ إِلَى صُلْب وَرَحِمْ وَعَمَلِيَّةْ مِيلَادٍ لا لا هم لا يحتاجون إلى كل ذلك وَلَمْ يَتَشَعَبُهُمْ رَيْبُ الْمَنُونَ وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مَنْكِ وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَكْ وَاسْتِجْمَاعِ أَهْوَائِهِمْ فِيكْ وَكَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ لَكْ وَقِلَّةِ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكْ لَوْ عَاينُوا كُنْهَمَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ منك لحقروا أعمالهم رغم طاعتهم لك لكن لو كشف لهم حقيقة الطاعة لحقروا أعمالهم التي تصدر منهم هذا أول ثانيا ما هو عدد الملائكة؟ احنا نعرف عدد البشر البشر قرابة سبعة مليارات إنسان اليوم يعيشون على وجه البسيطة ما هو عدد الملائكة؟ كم عدد الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل؟ لا ننسى أن كل إنسان عنده على الأقل على الأقل ملكين معه يرافقانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الرقيب على يمينك والعتيد على شمالك فإذا ضربنا السبعة مليار في اثنين هذولا أربوطعش مليار فقط الرقيب والعتيد لنسمع ما يقوله الإمام الإمام الصادق عليه السلام يقول ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة ثم يقول والذي نفسي بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض وما في السماء موضع قدم إلا وفيه ملك يسبحه ويقدسه ولا في الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها إذن هذا العدد الهائل من الملائكة هؤلاء كلهم يعملون مدار الساعة ينفذون أوامر الله عز وجل ينقلون الرزق إلى الناس هم موكلون بأرزاق العباد بتسيير شؤون هذا العالم وهم يعملون بكل انضباط والتزام لا يتخطون الأوامر التي تصدر إليهم من الله عز وجل سؤال ماذا يأكل الملائكة وماذا يشربون نحن البشر نأكل الطعام نشرب الماء أما الملائكة فما هو طعامهم وما هو شرابهم يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون معدهم هذه الشهوات شهوة الأكل شهوة الشرب شهوة الجنس هذه الشهوات ليست موجودة لدى الملائكة أبدا ولذلك لما جاء الملائكة إلى إبراهيم وقدم لهم العجل الحنيذ راح ذبح لهم عجل وشواه وتعب وقدم لهم رأى أن أيديهم لا تصلوا إليه ما يأكلون ما تقدموا كان عند ذول أهل القبائل عادة أنه إذا دخل عندهم ضيف وأكل تحرم بهم يعني أعطاهم الأمان لما ما يأكل معناته هنم مش آمنين فنكرهم خاف منهم خاف منهم إبراهيم فأفهموا أنه إحنا ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا يشربون إذن على ماذا يعتمدون يقول الإمام لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون وإنما يعيشون بنسيم العرش إذن الملائكة ليست لديهم غرائز كالإنسان لديهم عقل كالإنسان ولكن ليس لديهم غرائز كالإنسان من الأفضل؟ الملائكة أم البشر؟ لا شك الملائكة هم أفضل إلا البشر الذين استخلصهم الله عز وجل فهم لا شك أعظم من الملائكة ولذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الله خلق خلقا أعطاهم عقلا ولم يعطهم شهوة وأولئك هم الملائكة وخلق خلقا أعطاهم شهوة ولم يعطهم عقلا وأولئك هم الأنعام وخلق خلقا ثالث أعطاه شهوة وعقلا هو الإنسان ثم يستنتج أمير المؤمنين عليه السلام يقول فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة لأنه الملائكة ما عدها شهوة الإنسان الذي عقله يغلب شهوته يصبح أفضل من الملائكة الملائكة ما عدها شهوة وأما من غلبت شهوته عقله فهو أسوأ من الأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل لأن الأنعام الله ما أعطاها عقل حتى تميز بين الخير والشر أما الإنسان الله أعطى عقلا ليبيز بين الخير والشر فإذا لم يستخدم عقله فهو أسوأ من الأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل يقول القرآن الكريم طيب أين تنزل الملائكة الملائكة تنزل في كل مكان مبارك مقدس فهي تنزل في بيوت الله في المساجد تنزل تنزل في بيوت المؤمنين تنزل في كل ملأ يذكرون الله عز وجل ويسبحونه ويقدسونه كذلك تنزل الملائكة في كل ملأ يصلون على النبي وآله الله صلِّك محمد وآله محمد من الأماكن التي يكثر فيها نزول الملائكة هو حرم أبي عبد الله الحسين فوج ينزل وفوج يصعد وفوج موكل بهذه البقعة المباركة لا يبارحها إلى يوم القيامة كما ورد في الروايات الصحيحة وهناك فوجٌ لعله أفواج من الملائكة تتمنى أن يصلها الدور تتمنى أن يصلها الدور لتزور قبر أبي عبد الله الحسين وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وسأل الله زيارة الحسين من الأماكن التي تنزل فيها قلنا بيوت المؤمنين البيوت النظيفة البيوت الطاهرة البيوت التي يتلى فيها القرآن ويتلى فيها الدعاء هذه الأماكن تنزل فيها الملائكة وتحوطها بعنايته ما هي الأماكن التي لا تدخلها الملائكة روية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتاني جبرايل فقال يا محمد كيف تنزل عليكم كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء أحياناً الملائكة ما تنزل بسبب النظافة إذا الإنسان ما نظف المكان بيته مو نظيف جسمه مو نظيف لا يستاك ما ينظف أسنانه ما يستنجي لما يروح الحمام ما يطهر حاله لما ما ينظف جسمه الملائكة تنفر الملائكة تحب الأماكن النظيفة المناطق الأماكن المعطرة تكره الوساخة وتكره النجاسة ولذلك أعزائي يجب أن نحرص دائماً على نظافة بيوتنا على نظافة بيوت الله ما لازم في وسخ المساجد بيوت العبادة الحسينيات الأماكن العامة يجب أن تكون نظيفة طاهرة تفوح بعبق الرياحين والطيب والعطر يؤسف لبعض أماكن العبادة يرتادها المسلمين المسلمون ريحة طالعة وسخ آثار الطعام على الأرض تروح للحمامات مياه أم تتكبك بيمين وشمال كلينس واقع هذا لا يعطي صورة طيبة عناك مسلمين أيها العزاء نحن أمة جعل الله سبحانه وتعالى النظافة جزءاً من إيمانها جزءاً من دينها النظافة من الإيمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق على العطر والطيب يعني البرفيوم مثل ما تقولون أكثر مما ينفق على الطعام دائماً نظيف نظف مرتب شوفون أعزائي إحنا في الإسلام مستحب غسل الجمعة مستحب مؤكد غسل الزيارة المرأة عندها غسل الحيض غسل الاستحاضة بعد العلاقة الجنسية هناك غسل الجنابة هذه معجزة من معاجز الإسلام أيها العزاء نحن لا ندرك هذه المعجزة ليش لأن إحنا ولدنا وكبرنا في زمن إسالة الماء الماء عندك متوفر بالحمام وبالمطبخ وينما تروح إحنا عايشين في زمن المياه موفرة لكن لما جاء الإسلام قبل 1400 سنة كان الماء أغلى من الذهب تعرف شو عم أقول أغلى من الذهب الذهب فيك تحصله بس المياه كان لازم يطلع العربي يمشي مسافة كيلومتر أو كيلومترين حتى يحفر لبئر عميقة حتى يطلع من هسط الماء رغم هذا الإسلام أمر المسلم بالماء بالغسل أنت أنت اليوم لما تفي نص الليلة والصباح والظهر وتفوت على الحمام وتتحمم مش هال يعني الصعوبة لكن قبل 100 سنة و200 سنة لحتى أنت تهيئ الحمام بدك تجيب ماء من المنطقة البعيدة وتسحب الماء من الآبار وبعدين هذا الماء تدفيه كانت عملية شاقة جدا رغم هذا الإسلام يقول للمسلم لازم تتحمم تختصد عندك الوضوء كل يوم تتوضى خمس مرات كل هذا من أجل ماذا من أجل النظافة من أجل أن يكون المسلم نظيفا يعطي رائحة طيبة هندامه لطيف الإسلام كثير يؤكد على نظافة المنزل ونظافة البدن ونظافة البيئة التي نعيشها أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر